اشتركوا في القناة في الحياة لو لا انه في حب كمان طبعا اذا الواحد ما في حب بحياته صعب بكمل الدنيا قاسية فلازم يكون بالاخر العيلة سماها معركة الحياة يعني انا وهو يحكي استوقفتني الكلمة حياتنا للأسف عم بتكون معركة وبدها فن في القتال فبدك ترجع على البيت ويكون فيه شيء مختلف فيه كتير زي ما انا ذكر ساري كتير اشي مشتركة بناتنا يعني المشتركات رهيبة يعني احنا مثلا قلنا مجموعة اصحاب من 35 سنة من احنا اصحاب بنات وشباب كانوا بالأيوبي صدفة انه تقريبا معظم البنات تزوجوا الشباب فيعني كله تزوج بعضه منسافر مع بعض منطلع مع بعض يعني فيه مشتركات كبيرة بتخلي الحياة كتير اسهل وأسعى وأسلس وبنفس الوقت بتتخليك قادر تواجه كل هالصعوبات اللي بتواجهك طبعا هذا كله بنعكس على الولاد يارب نكون احنا كنا مثل كويس لأولادنا التلاتة انا اللي ستبدي اقولك احنا لما زرناكم بالبيت وشكرا يعني على هالفرصة بيبين قدي انتي والمهندس سري ربيتوا جيل دافي يعني اكرم ورند وغيث وكمان نسايبكم صحيح صحيح لاحظنا قدي في دفع بينكم وبينهم وهذا الاشي ما بيجي من فراغ وانا بدي اقولك يا عم بارح كنت قاعدة واسألوا المونتير انيس بوجه له تحية كنت قاعدة عم بحضر المهندس سري ايش كان عم بيقولك فبقوله انيس بقوله بتعرف يا هيك الجيزة ويا هيك الشراكة يا بلا لانه حكى كتير كلام مش رومانسي كلام هيك عقلاني حظك كويس رومانسي وعاطفي البش مهندس بالفعل سري لازال رومانسي وعاطفي وانا كمان عاطفية ورومانسية وفي عنا اشي كتير بتخلينا هيك نتشجعين حياة يعني كمان هذا كله بنعكس على الولاد يعني احنا زوجنا ولده بنت وعننا ولد خاطب كل الشباب والبنات اللي اجوا على العيلة كمان منحب يكونوا بنفس الدفئ يعني وفرحنين فيهم لانه بيكون الواحد عنده ثلاثة ولاد فجأة بصير عنده ستة الله يخلي لك يا عظم يا ربا اشتركوا في القناة